اشتركوا في القناة والاجندات الخارجية خدمة للمشروع الايراني الهادم الذي يستهدف امن واستقرار المنطقة ففي محافظة صعدة مع قل الميليشيات الحوثية الايرانية الانقلابية سيطر الجيش اليمني بمسندة التحالف العربي على جبل الرويبكا الواقع قبالة الحدود السعودية شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء وفي تعز تواصل قوات شرعية تقدمها في عملية فك الحصار عن المدينة التي انطلقت يوم الخميس بمشاركة ثلاثة الوية من الجيش الوطني وحققت نتائج هامة باستعادة عدد من المواقع وتدمير الخطوط الدفاعية للميليشيات والتفكيك بعض شبكة الالغام في تلك المناطق مقاتلات التحالف العربي وفرت الغطاء الجوي لقوات الشرعية وشنت غارات جوية عدة استهدفت مواقع الحثيين بمناطق متفرقة من محافظة تعز وأسفرت عن قتل العشرات من عناصر الميليشي الانقلابية بينهم قياديون ميدانيون قرب مطار تعز الدولي وجبل أمان شرقي المدينة أهالي تعز الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة منذ ثلاث سنوات إثر الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون أكدوا وقوفهم إلى جانب الشرعية مشهدين بجهود التحالف العربي لإحلال الأمن والاستقرار وفي هذه اللحظة التاريخية التي شارك في صنعها أشقاءنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يسبقهم جميعاً رجالاً ونساءاً وأطفالاً أوجه الشكر الجزيل لهم ونعيدهم بأننا لن ننسى تضحياتهم وبسالتهم ودعمهم الكبير ووقوفهم معنا وإلى جانبنا في هذا المنطف التاريخي من حياة شخصنا وبالإضافة إلى العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف دعماً للشرعية تواصل قواته تأمن وصل المساعدات للمحتاجين في شتى المناطق وخاصة المحررات منها وذلك في إطار الجهود الإنسانية لعملية إعادة الأمل فبعد تطهير المناطق من مينشيا الحوث التي رسمت صور الموت على المدن تبدأ على الفور العمليات الإنسانية بتوجيه قوافل المساعدات لإغاثة المدنيين لتعود الحياة مرة أخرى إلى المدن اليمنية